اكد سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم على المشاركة في المسابقات الخارجية التي تمنعهم الفرصة للإطلاع على تجارب الدول الأخرى واكتساب الخبرات في مجالات الموهبة المختلفة وكانت مملكة البحرين حققت انجازا جديدا يضاف إلى انجازاتها المستمرة على كافة الأصعدة حيث حصلت المشاركة من مدرسة جيد حفص الثانوية للبنات على الميدالية الفضية في المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط الذي اقيم في دولة الكويت الشقيقة وعلى ميدالية الشرف الذهبية من جمعية البرتغال المخترعين وذلك عن اختراع الحذاء الذكي للمكفوفين الذي قام الطالبات المدرسة بتصميمه بإشراف الاستاذة زينب حمادي معلمة مادة الكيمياء بالمدرسة ومتابعة مديرة المدرسة الاستاذة سها حمادة شيء مشرف ان اول تجربة مدرسية ابهرت المعرض في الكويت وخصوصا ان حصلنا الميدالية الفضية على مختراع الحذاء الذكي بالاضافة الى ان الميدالية الذهبية من دولة البرتغال فهذا شرف لنا ان احنا نرفع اسم البحرين فكرنا في فكرة تكون عملية اكثر من العصة ممكن انه يسونها فكرنا في الحذاء لما يكون الحذاء يكون ذكي مزود بالأترسونيك سينسر وبرمجنا على حسب مسافة محددة من 30 سنتيمتر الى 150 سنتيمتر اي حاجز يقع في هذا المدى رح يستشعر الشخص الكفيف وجود هذا الحاجز باصدار صوت واهتزاس في الحذاء يقوم الاختراع على جهاز حساس يتم تثبيته في مقدمة الحذاء ويصدر صوتا عندما يقترب من ملامسة الاشياء ما يساعد المكفوفين على المشي لوحدهم الحمد لله احنا توفقنا الى هذا الى ان نوصل هذا الاختراع الى العالم ونمثل مملكة البحرين بافضل صورة في معرض عالمي يجمع مخترعين من دول شتى ونهدي هذا الانجاز الى مملكة البحرين الى سعادة وزير التربية والتعليم وإلى جميع من ساندنا ودعمنا في هذا الانجاز احنا سعيدين جدا لانا قدرنا ان نساعد الفئة المكفوفين خصوصا طالبتين معانا بنفس المدرسة واحنا قدرنا ان نرسم البسمة على وجوه الطالبتين وكذلك احنا نهدي هذا النجاح الى كل شخص كفيف وكل شخص في العالم يحاول ان يسهم بعمل انساني يفيد بالبشرية جوتي سهل لي الحركة في المشي والراحة والامان انا صدق عندي اشعر في نفسه من داخلي دائما ان امشي صدق بامان لكن اذا شي يعطيك الامان اكثر هنا تحس ان عندك الامان اكثر ان انت تضمن انه ما بتحصل اي انصدامات او اي اعاقات من خلال هاي الجوتي اذا كان ما فيه اي حواجز او اي شي يعوق الطريق ما يصدر اي صوت يعني كما اشي عادية بس بامكان اقرب الى الشي مباشرة يعطينا صوت واحتزاز من بعد عشان انتبه ان فيه شي صوبي احاسب ومن اقرب حق الشي ازيد التجاج يعني ان في حال الخطر انه وصلت حق الشي نفسه وبهذه المناسبة قم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم بتكريم الفائزات بهذا المركز المتقدم مشيدا بالجهود المبذولة لانتاج هذا الاختراع المتميز والذي سبق له الفوز بالمركز الاول في مسابقة انفنشن التي نظمت وزارة الشباب والرياضة ما اهله للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات الذي يعتبر من المعارض الدولية المهمة موجها شكره لوزارة الشباب والرياضة على جهودها الطيبة في هذا المجال ومتمنيا للقائمين على المشروع دوام التوفيق والنجاح يذكر ان المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الاوسط الذي اقيم في دولة الكويت الشقيقة يعتبر ثاني اكبر معرض للاختراعات على مستوى العالم حيث شارك في هذا المعرض الذي نظمه النادي العلمي بالكويت 130 مخترعا مثل 39 دولة حول العالم وقدموا 150 اختراعا متنوعا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر